في تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن مبادرة دمت خضراء حققت أهدافها المرجوة في زيادة رقعة الخضراء في مملكة البحرين بمشاركة كافة الجهات المساندة والمعنية بالقطاع الزراعي وأشارت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة إلى أن هناك نسخة ثانية من الحملة الوطنية دمت خضراء ستنطلق قريبا وستشمل مناطق جديدة في المملكة تحتاج إلى زيادة الرقعة الخضراء فيها الحمد لله رب العالمين مبادرة دمت خضراء هي مبادرة وطنية وحملة تشجير وطنية في مملكة البحرين أطلقناها في البداية لمساعدة البلديات المختلفة في إنجاز المشاريع التي كانت تفتقر للميزانيات وجدنا تفاعل طيب جدا من مؤسسات القطاع الخاص لتمويل هذه المشاريع وإحنا كمبادرة لعبنا دور المنسق ما بين القطاع الخاص والقطاع العام لإنجاز هذه المشاريع والحمد لله رب العالمين تمت بنجاح الآن نحن يمكن باقي موقعين وبنخلصهم وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من الحملة الكل يعرف أنها أولوية لأن مسألة زيادة التخضير لا شك أنها تساهم في تخفيف الأثار البيئية التي نتجها عن الإنبعاثات الكربونية وبتساهم أيضا في تحقيق الالتزامات التي أعلم مملكة البحرين بتحقيق الحيادة الصفري على عام إن شاء الله 2060 بإذن الله بحسب ما أعلن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة فالبحرين عليها التزام الآن والالتزام ما بتحقق في يوم أو يومين لازم من الآن نشتغل عليه والحملة الوطنية بتصفي هذا الاتجاه بإذن الله في كل موسم زراعي إحنا مأملين أن في كل موسم زراعي راح نطلق دمتي خضراء وكل مرة بتكون في مواقع أخرى يمكن ما بتقتصر على المواقع البلدية يمكن التوسع إلى مواقع أخرى القصد هو زيادة الرقع الخضراء في مملكة البحرين وتوحيد الجهود ومساعدة الجميع لأن الكل قاعد يسعى الحقيقة في جهد كبير وجهد مخلص قاعد يبدل وإن شاء الله بنشوف نتائجها